موسيقى درسنا مع بعض قاعدة الأداء المساعدة لها ودرسنا مع بعض أهم الكلمات المتخصصة والمتنوعة وكمان درسنا مع بعض الجمل والعبارات هنطبق كل ده مع بعض في حوار بعنوان وهنشوف هنستخدم ازاي كل الجمل والعبارات والكلمات اللي استخدمناها مع بعض ودرسناها مع بعض ازاي نوظف ده في هيئة حوار بشكل بسيط جدا يخلينا نقدر ان احنا نتكلم بشكل بسيط بعنوان يلا بينا نشوف نبدأ مع بعض جزء جديد في حلقة النهاردة وزي ما احنا قلنا هنبدأ الحوار بتاعنا بعنوان جا خاني لهو تعلم اللغة الصينية تعالوا نشوف الحوار بتاعنا النهاردة بيقول ايه الحوار بتاعنا ما بين شخصيتين معليع واعليع معليع لهو اسم مريا واعليع لهو اسم علي تعالوا نشوف الحوار بتاعنا بادئ بجملة الجملة الاولى معنا وهي يعني ايه خداها مع بعض معنا معزرة او انا اسف ايه اللي حصل بقى انا تأخرت او اسف على التأخير الجملة دي بقولها لو انا مدي معايد لحد وتأخرت عليه في الوقت شوية فاول ما بشوفه بقوله ايه نيجي نشوف رد علي بيقول وكلمة معناها مفيش مشكلة هل الطريق كان زحمة؟ كلمة معناها الطريق او في الطريق اللي هو الازدحام المروري وطبعا معنا الاداة الاستفهمية اللي هي ما ومعنا الاداة المساعدة اللي هي لا زي ما احنا اتكلمنا عنها بشكل مصطفيد شوية في شرح القاعدة بتاعتنا يبقى رد علي وقال مفيش مشكلة هو الطريق كان زحمة نيجي نشوف الجملة اللي بعدها مع الياع تقول لا 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 وده زي سين چه حوالا لون تاي فولا وده زي سين چه زي سين چه معناها العقل بتاعدي حوالا العقل بوزد لون تاي فولا والعقل بتاعها ميلو تهتك او بوزهوا كمان ديني مي يو وده زي سين چه حوالا لون تاي حوالا جوفرد آلي شما بغد شما جن دو می جن دو می معناها يلا هو من حظن سيئ جن دو می احنا قلنا منستخدم سيغي للاستفاهم عن ايه للاستفاهم عن المدة الزمنية اللي استغرقها حدوث الفعل ده فقال لها طيب تغيير العقل خد منك وقت قدي كلمة زي ما درسناها مع بعض تيجي بمعنا تغيير حوالوان تاي حوالا دو چان ستين ردد ماليا فقالت تغيير حوالا بانقا سيوش بينش يقا جن تو جن ننطا دين تغيير حوالا بانقا سيوش كلمة تغيير بسيجي بمعنا تأريبا تأريبا حوالا بانقا سيوش غير دو فنص سياء كلمة بانقا سيوش نص سياء كلمة بان وحدها تيجي بمعنى نص وكلمة ج طبعا هي الادات الكمية اللي احنا كلمنا عنها قبل كده وكلمة سيوش معناها نص سياء فمنقا سياء على بعضها معناها نص سياء بينش يقا جن تو تيون ننطا بينش معناها ايه معناها في العادة يقا جن تو نقف شوية عند كلمة جن تو احنا قلنا ان كلمة جن تو بسيجي برضو بمعنى ساعة حدا هيقول ايه الفرق ما بين جن تو وسياء ش واحنا مستخدمين الاتنين وارا بعض قلنا ان كلمة سياء ش بسيجي اكتر في القو في اللغة الشفاهية وكلمة جن تو بسيجي اكتر في الشو مياند في اللغة الكتابية فردت علي وقلت له انا في العادي بوصل في ساعة ولكن النهاردة خدنا الفعل بمعنى ينفق او يضيع او يهدر قلنا نهاية ممكن تيجي مع الفلوس وممكن تيجي مع الوقت لو انا قلت خدوا ش تيان يعني انا ضيعت وقت كتير جدا طيب هي قالت ولكن النهاردة انا ضيعت او انا خد يجي ساعة ونص تين ساعة ونص هنا خدنا الفعل وقلنا انه معنى ينتظر او يستنى حد هو انت استنيت وقت قد ايه نيجي نشوف رد علي قال يعني حوالي او تقريبا عشرين دية عشر رقم عشرين فن دية معناها دية نيجي نشوف الجملة اللي بعدها بتقول ايه ردت ماريا وقالت معناها انت طيب الاداة جيالي في نهاية السؤال للدلال على ايه عندي حاجة مهمة جدا لما بتجيلي في نهاية السؤال ساعات بتدل على ايه على استفهام التأكيد ايه انا خليتك واقف منتظر بقلك عشرين دية فانت بالتأكيد لقت فانا بسأل السؤال ده وانا متأكدة من شعوره انت بالتأكيد لقت حقا معذرة او حقا انا اسفر نيجي نشوف الجملة اللي بعدها رد عليها وقال لها وكلمة معناها مافيش حاجة او مافيش مشكلة نيجي الجملة اللي بعد كده بتقول معلي بتقول عالي ني ين يون سي دا زون جن بو تو ني يون انت بتستخدم ين ي خدنا كلمة ين ي معنى اللغة الانجليزية مقال اللغة الانجليزية او المقالات باللغة الانجليزية خدنا كلمة زون معنى مقال فلما يجي يقول تكتب المقالات باللغة الصينية حقاً لا فيهاش حاجة غلط أو حقاً هي جيدة أو مش بطالة نيجي نقول الجملة كلها على بعضها أنت بتستخدم اللغة الإنجليزية في كتابة المقالات بشكل كويس أو بشكل مش بطال رد أعلي وقال بيعبر لها عن شكرو بيقول لها شكراً بقوا ولكن خدنا كلمة بمعنى اللغة الشفاهية فأنا عايز أقول لحد شكراً ولكن اللغة الشفاهية بتاعتي مش قد كده مش قد كده دي معنى هاي بو شين هاي بو شين ين ين يو أنت درست اللغة الإنجليزية لمدة زمنية أدقي أو بقالك أدقي تدرس اللغة الإنجليزية رد أعلي وقال أنا من المرحلة الابتدائية وأنا بدأت درست اللغة الإنجليزية جدت منين كلمة المرحلة الابتدائية هي كلمة أنا بدأت الدراسة من المرحلة الابتدائية دراسة إيه اللغة الإنجليزية وبالفعل درست المدة عشر سنين ونخلي بالنا من استخدام الأداء المساعدة ل في الجملة هنا إن هي مقررة مرتين زي ما شرحنا وقلنا لو جاتلي في نص الجملة وفي نهاية الجملة بتدل على إن الفعل ده حصل ولسه مستمر معايا فلما أقول لحد أنا بالفعل درست المدة عشر سنين ولسه بدرسها لحد دلوقتي نيجي للجملة اللي بعدها مع ليع ردت وقالت ردت باستغرب كده وقالت له عشر سنين ده وقت جبير جدا رد أعلي وقال أن القواعد اللغوية بالنسبالي كويسة لحد ما والترجمة البسيطة كمان ما فيهاش مشاكل ولكن ما بعرفش أتكلم قوي وبعدين سألها سؤال قال لها أنت درستي لمدة قدقية نشوف رد مع ليع قال له أنا درست لمدة نص سنة وبرضو قررت لها في نهاية الجملة للدلالة على إيه إن هي درست لمدة نص سنة ولسه مكملة الدراسة رد أعلي وقال معناها الفصل الدراسي الجاي خدنا كلمة وقلنا أن هي بتيجي بمعنين بمعنى التالي وبمعنى أسفل هنا جاية بمعنى التالي وقلمة شوتي معناها فصل الدراسي فبيقول لها أنت الفصل الدراسي الجاي هتفضلي تدرسي في بكين بردو؟ ردت مع ليع وقالت بالتأكيد أنا مقررة أو أنا مخططة يعني إيه مقررة أو مخططة يعني معنى يخطط أو يرتب أنا مخططة أن أنا هدرس في الصين لمدة سنتين نيجي بقى للجزء الأخير معنا نحن 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 نح وهي وقلنا ان ده فعل بمعنى يدرس تالي الكلمة وهي فعل بمعنى يكتب تعال نشوف مع بعض اول جملة وايه هي الكلمة المناسبة لها الجملة الاولى بتقول معناها هدومك او ملابسك وبعدين استخدمنا الاداة المساعدة هنستخدم معاها ايه؟ هنستخدم معاها كلمة فو فالجملة هتكون انت هدومك بازت اشتري واحدة جديدة او اشتري هدوم جديدة الجملة اللي بعد كده بتقول يعني ايه اكتر حاجة انت عايز شو تدرسها ايه الحاجة اللي انت نفسك تدرسها الاجابة هتكون خدنا كلمة خانز بمعنى رموز الصينية ما حد يقول لي ايه اكتر حاجة انت نفسك تتعلمها او ايه اكتر حاجة انت نفسك تدرسها فبالتالي هتكون اكتر حاجة انت نفسك اتعلمها هي كتابة رموز وكده نكون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة خدنا مع بعض قاعدة من اهم قواعد اللغة الصينية وهي قاعدة الاداة المساعدة ل وطبقنا فيها مع الكلمات والجمل والعبارات اللي درسناها مع بعض مع حوار بعنوان وكده نكون ختمنا مع بعض حلقة النهاردة شوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية 那我們到此地说 再见 ada